سكك الحديد ما بين حيفا وما بين الأردن ومروراً بالسعودية وهذا أعتقد أنه هو نواة لهذا المشروع بالتفكير الدبلوماسي الذي يحاول يربط ما بين إسرائيل وما بين السعودية ولكن هذا جانب من المشروع هذا جانب من المشروع نظرياً ينطلق من شرق آسيا من الصين والهند هذا هذا كيف يمكن اختزال هذا المشروع فقط في الجانب الذي يصل أو يربط تل أبيب بدول الخليج العربي يعني أنا أعتقد بأنه بني على فكرة التي طرحتها إسرائيل بني هذا المشروع بالحقيقة هذا يحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويحقق مصالح إسرائيل في نفس الوقت لكن يظنون بأنه يحقق مصالح المملكة العربية السعودية ما هي مصالح لنبدأ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في هذا المشروع الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأنه هذا سوف يضرب مشروع الحزام الطريق الصيني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أفاقت على أنه الصين أصبحت كارتة الاقتصادية كلش قوي وبالتالي حاولت أقناعها بأنه السمح لها طرح عليها بشكل واضح السمح بوجودها كقوة اقتصادية عالمية لكن مع اختزال النشاط السياسي والعسكري لكنه الصين رفضت هذا الموضوع إذن أتى هذا المشروع كضرب لهذه أيضا هذا سوف الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة للاستغناء عن سلاسل التوريد التي قادمة من الصين وبالتالي استبدالها بالهند نناقش هذه الجزئية الصين في المقابل طريق الحزام ومحل عرير هو تقريبا عقد من الزمان وبدأ تنفيه في العديد من دول العالم ولديه مخططات تسير على قدم من وساق المشروع البديل يعني ما الذي نعرفه عنه غير هذا البيان الذي أعلنته تلك الدول عن إطلاقه؟ تأييدا لما تفضلت به أقول بأنه طرح الحزام الطريق منذ 2013 واليوم 2023 إذن هذا عقد كامل كما تفضلت أيضا هناك اشتركت دول به التحقت بهذا المشروع وبدأ بتنفيذه فعليا وبنى تحتية رسمت في الباكستان وفي غيرها من الدول الأفريقية وبالتالي حتى أصبحت بذمة بعض الدول ديون للصين وبالتالي أصبح هذا المشروع قائم على أرض الواقع المشروع الحالي الذي يطرح أنه طرحته يجب أن نتذكر بأنه في عهد أوباما طرح نفس المشروع مشروع للاستغناع المشروع الحزام الطريق وفي قمة الدولة السابع طرح أيضا مشروع وخصصت له الولايات المتحدة الأمريكية 200 مليار دولار لكن اليوم هذا المشروع علامة الاستفهام الكبيرة عليه هو من الذي يقوم بتمويله هذا مشروع ضخم جدا يربط الهند بأوروبا وتصبح الهند هي سلاسل التوريد لأوروبا والسؤال الآخر ما هو موقف الصينية للتي أنفقت أيضا عشرات المليارات على مشروع هل ستبقى متفرجة على هذا المشروع ويسحب البساط من تحتها لا مستحيل لذلك وجدنا بأنه هذا أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الصيني يتخلى عن حضور قمة العشرين وهي رسالة واضحة على أننا لن نكون مؤثرين في هذه القمة وأن هذه المجموعة هي من ضمن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية واليوم نحن نبحث عن شراكات خارج النظام الدولي للولايات المتحدة الأمريكية ما أود أقوله بأن إسرائيل تراهن على هذا المشروع بشكل كبير لأنها تعلم جيدا بأنه هناك تفكير لصانع القرار السعودي بالاتجاه نحو العامل الاقتصادي بغض النظر عن العوامل السياسية يعني هناك مراكز بحثية تقول بأنه سعودية غلبت العامل الاقتصادي على العامل السياسي وبالتالي تعرف أرجحية للتطبيع ما بين الطرفين اسمح لي أن دكتور نصديف معنا من القدس أستاذ الإعلام في جامعة القدس دكتور أحمد رفيق عوض دكتور عوض إلى أي مدى ترى بأن ترحيب بن يمين نتنيوهو بهذا المشروع الاستراتيجي الذي يربط شرق آسيا بشرق الأوسط وأوروبا قائم على معلومات يعني هل فعلا هناك معلومات في تل أبيب حول هذا المشروع الاستراتيجي؟ مساء خير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين نعم هذا الكلام كان يصرح بي نتنيوهو منذ مدة طويلة على ذكرة ليس جديدا هذا الأمر كان يتحدث عن سكة حديد تربط بين إسرائيل وبين دور الخليج واضح أنه كانت هذه معلومات سابقة وأعتقد أنا شخصيا بأن هذه الفكرة الأمريكية هي فكرة إسرائيلية بالأساس دائما إسرائيل تتحكم بالسياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي أغلبية الأفكار الكبرى أو الصغرى حتى للسياسات الخارجية الأمريكية هي عمليا أفكار إسرائيلية طيب ماذا تريد تل أبيب من هذا المشروع؟ هذا جدا مهم برأيي متواضع أو ليس رأيي فقط هناك رأى كثيرة حول ذلك برأيي أن إسرائيل تريد أول اندماج في المنطقة الاندماج الحقيقي دون أن تدفع ثمن سياسي دون أن تدفع ثمن بالنسبة لها يشكل بين كوسين التنازلات هي عمليا تريد أن تندمج في اقتصاد المنطقة وهذا الكلام أيضا قيل في مؤلفاتهم ووقالاتهم وفي تصوراتهم عندهم إسرائيل في المنطقة الشرق الأوسط باعتبارهم العقل، الخبرة، التأثير، اللوبيات، صدر على القرار الغربيين وبالتالي هم عمليا يريدون استثمار المنطقة وما يحقق اندماجهم وهل سيكون هذا الاندماج اقتصاديا؟ نافعا للدول الأخرى وقص الدول الخليج وعلى رأسها السعودية؟ يعني على مدى رابح رابح هاي السؤال، هاي السؤال الكبير أنا شخصيا بحكي عنه عن حالي قبل سبوعين تقريبا انكتبت مقال اسمه التطبيع ليس هو الحل لأنه واضح أنه التطبيع كما رأينا للدول التي طبعا لم تستفد على الإطلاق لا اقتصاديا ولا تنمويا ولا حتى أمنيا ولا حتى على مستوى الجدل الداخلي بالعكس التطبيع صار قصة للجدل الداخلي أكثر منه للسلم الأهلي أو للتقدم هذه الدول بالعكس تراجعت هذه الدول الرابح هو إسرائيل الخاسرهم كل من يطبع مع إسرائيل دون أثمان عالية ودون تكون علاقة ندية بالتالي لا مش رابح رابح على الإطلاق لأنه حتى أكون صادق صريح على آخر مع نفسي على قل احنا بعد ثلاثين سنة كفلسطينيين بعد ثلاثين سنة من اتفاق أوسلو احنا تراجعنا مليون مرة هل يمستفيدوا أخواتنا العرب من ما حصل معنا تقل الاتفاق الذي وقعناه اتفاق أوسلو والذي كان ممن الممكن لو كان هناك إسرائيل تنويرية حقية كان ممكن تأغير البطن هنا تقدم ابقى معي دكتور أحمد دكتور مثلنا ما رأيك هل يمكن أن يكون هذا الطريق إذا ما فتح لأنه لا نتحدث عن سكة حديد نتحدث عن سكة حديد وأسترادات وكذلك شبكات أنابيب لربط هذه الدول بالطاقة هل يمكن أن يكون يعود بالنفع فقط على تل أبيب ولن ينفع السعودية أبدا ودول الخليج يعني أنا أعتقد أنه إسرائيل في الحقيقة أدهل أولوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية تتقدم على الجانب الاقتصادي يعني هي إسرائيل ليست بحاجة لهذا المشروع في الحقيقة لكنه الربط بالموضوع السياسي باعتراف المملكة العربية السعودية أو التطبيع مع المملكة العربية السعودية بهذه الزعامة اللي موجودة في الشرق الأوسط مع القوة الناعمة للمواقع الدينية اللي موجودة في السعودية اللي تمثلها السعودية هذا بالحقيقة أعتبر نصر كبير لإسرائيل يعني أنظر لو قارننا الاحتفاء الكبير بين إسرائيل بالتطبيع مع الإمارات العربية المتحدة التي لا تشكل أمام السعودية نفس الزعامة السياسية والروحية يعطيك فكرة جيدة أنه ما هو التأثير على إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وما هو التأثير طبعا هذا سوف تكون له تداعيات على بقية الدول العربية وربما ربط مصير هذه الدول بتل أبيب إذا مثلا ما تم ربط مشاريع الطاقة هل يمكن أن تتحكم تل أبيب بهذه الممرات الحيوية يعني اليوم لو نظرت إلى قائمة الاتفاقيات التجارية التي عقدت مع الإمارات العربية المتحدة تعطيك فكرة على أنه كم سوف تكون هناك اتفاقيات اقتصادية مع المملكة في هذا الشعب الآن مصر دكتور أحمد أكيد لن تكون راضية عن وجود بدائل لقناة السويس إذا ما كان هذا الطريق هو جزء من طريق حرير بديل يربط دول الخليج العربي وتل أبيب بشرق آسيا ألن تتضرر مصر استراتيجيا من هذا المشروع؟ جدا جدا هو هذا المشروع على فكرة أيضا جزء منه لقبع الطريق على ما يسمى طريق الحرير على فكرة ومحاصرة التمدد الصيني الاقتصادي السياسي والأمني أيضا وبالتالي هذا جزء من مواجهة أمريكا للصين اقتصاديا وأمنيا من خلال تشكيل هذا المحور لانشأت اللي تربطه علاقات كثيرة وإذا بدك محور أيضا بالإضافة أن مصر مصر عمليا تتضرر بشكل كبير جدا عندما يكون لك اختصار للمسافة واختصار للطاقة يشكل حتى بربما بـ 40% تقريبا وبالتالي ضربنا اقتصاد مصر أكثر من ذلك كما إسرائيل عمليا أيضا بين كوسين طفعا المصر أيضا بتصدير الغاز لا كبرص وثم اليونان ثم لا أوروبا عمليا هل لديها أدوات وأقصد القاهرة لمنع المضي بتنفيذ هذا المشروع الآن بأعتقد أن المصر ضعيفة اقتصادية على الأقل ومحاصرة بالذات من كذا جهة وللأسف غياب دولة مركزية في العالم العربي وغياب أيضا استراتيجية كبيرة للأمن القومي والأمن الاقتصادي عمليا يجعل كل دولة عربية تتصرف على هواها وبمصالحها هذا جزء من ما يفسر ليش في هرولة نحو التطبيع لا يفيد على الإطلاق يتوهم من يطبع أنه يستفيد ولكنه لا يستفيد لأنه مرة أخرى خلينا نقيس الأمور يعني ونأخذ عبرة مما يجرى لا الاتفاق مع إسرائيل خطير أكثر من ذلك ومش خطير هو لا يفيد لا يفيد على الإطلاق وبالتالي نحن كعرب ومسلمين وفلسطينيين نعيش تحت هذا الاحبال نربع بأنه أي طرف يطبع مع إسرائيل إلا إذا كان هناك ثمن عالي جدا 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 لأنه زي ما حكيها الضيفة الكريم أنه سعودية رمز كبير جدا جدا إسلامي وسلمي وبالتالي الإسلام السني هذا بده يكون لا ثقل ورمزية عالية واعتداله إلو ثمن إلو معنى يعني يجب أن يعني مو الثمن أنه والله سكة حديد حتى يتم التطبيع مع تل أبيب لا شو سكة حديد؟ شو سكة حديد؟ على بكرة برضو الواحد يشوف الأمور لا بعد سكة حديد يعني أنت تسمح لأ إسرائيل تتحكم فيه تقطع عليك أي شيء في أي لحظة وتتحكم أمني هي عملية إسرائيل بمثل هذه المشاريع اللي يتركه الاتفاة فيها على فكرة على المسأل أهم أنه غياب الدولة الفلسطينية يعني أن تعمل سكة حديد ما فينش دولة فلسطينية أنت عملية تقدم شاهد المنطقة أنت تعمق الخلافات بدون تشوف دميك ما لدولة إسرائيل صحتك لكن بدون دولة فلسطينية الأمور ستسوق أكثر وأكثر شكرا جزيلا لك دكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام في جامعة القدس دكتور مثل هذه الزاوية الخطيرة أن تصبح تل أبيب هي التي تتحكم بمسار المسار الاقتصادي بين شرق آسيا والخليج إلى أوروبا إذا ما تم الاستغناء عن قناة السويس طبعا إلى أي مدى يمكن يكون ذلك خطيرا حتى على الدول العربية يعني الإشكال الأساسي في هذا المشروع أنه عندما تتحكم به إسرائيل في الحقيقة سوف تتحكم بالاقتصاد العربي كاملة سوف تتحكم بمنظومة الأمن القومي العربي في الحقيقة سوف تتحكم بما هو بإمكان الدول العربية استخدامها وليس بإمكانهم استخدامها يعني سوف تكون هي باب لدخول وخروج كل شيء إلى المنطقة العربية وبالتالي في الحقيقة هذا يشكل تهديد ستراتيجي لوجود الأم العربية لكنه يعني أنا أنظر لهذا الموضوع أن هذا المشروع لا زال مجهولا وهذا هو المحور الأخير بالضبط الممانعون كثر والعقبات والتحديات كبيرة جدا أبدأ معك بمصر مثلا مصر لا يمكن أن توافق مع هكذا مشروع يسحب امتيازات قناة السويس منها هذا الصحيح لكنه أيضا في نفس الوقت هناك سياسة قائمة حاليا تنتهجها السعودية وتنتهجها مصر قائمة على أساس الاستفادة من كل المعسكرين من المعسكر الغربي ومن المعسكر الشرقي يعني لو نظرت إلى العلاقات الصينية السعودية التي تقدمت كثيرا على العلاقات السعودية الأمريكية لقلنا بأنه السعودية سوف ترفض قيام هذا المشروع لأنه سوف يكون ضرب لمشروع تقوم به حليفتها الصين لكنه عندما تنظر إلى سياسة جديدة القائمة على نحن حياديون وبالتالي نستفاد من جميع الأطراف يعطيك موافق على أنه السعودية سوف تندمج بهذا المشروع ولديك الهند أيضا كان غريب أنه الهند موجودة بهذا المشروع والهند معروف بأنها كانت تتماهى مع مشروع الصين لأنه أول المستفيدين منه هذا الصحيح ثم أنه الهند أيضا تأخذ موضوعة الحياد لكنه بالحقيقة لو نظرت إلى فواهدها الاقتصادية من هو أقرب لها طريق الحرير أو لهذا المشروع بالضبط إلى استفادتها من دعوتها إلى مجموعة السبع الأخيرة إلى استفادتها من عشرات الاتفاقيات التي عقدها رئيس الوزراء الهندي آخرها لبريكس قبل مع بايدن وكل هذا في الحقيقة كان هناك اتجاه سياسي أمريكي غربي لسحب الهند من موضوعة بريكس لكي تبقى هي خاصرة شوكة في خاصرة الصين وهذا في الحقيقة سوف يشعل الصراعات في هذه المنطقة لذلك المشروع لا يمكن تحقيقه يعني بالمدى المنظور ماذا عن دول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة هل يمكن أن تكون لاعبا أساسيا على اعتبار موانئ جبل علي مهمة جدا في ربط دول الخليج العربي بالهند والصين أيضا الستراتيجية الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة قائمة على الجانب الاقتصادي وقائمة على أساس السيطرة على الموانئ بالمنطقة وخارج المنطقة يعني لو نظرنا كم لديها مساهمات في موانئ مهمة موجودة في القرن الأفريقي وفي المنطقة العربية وفي خارجها وبالتالي سوف تكون الإمارات العربية أحد الداعمين إلى هذا المشروع بشكل كبير لأنه لديها اهتمام تام بهذا الموضوع ثم هي هي التي قفزت قفزات كبيرة جدا بالتعامل مع إسرائيل لذلك هي سوف تكون مؤيدة لهذا المشروع شكرا جزيلا لك دكتور مثنان عبدالله أستاذ العلاقات الدولية شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة